سلام عليكم. انتشرت في الفترات الاخيرة الاكاونتات الفيك. كل واحد متغاز من حد يعمل اكاونت فيك ويكتب عليه. كل واحد بيحب واحدة ومش قادر يوصل لها يعمل اكاونت فيك باسمها او يعمل اكاونت فيك حتى لو باسمه او باسم شخص مصعار ويبتدي يجتمع عليها او يشويه صورتها. الاكاونتات الفيك زي ما قلنا بقت مليانة بغزارة على السوشال ميديا. ولكن انا عايز اقول له حضراتكم على حاجة معينة. اي واحد من حضراتكم حضرتك او حضرتك. جالوا اكاونت فيك وبيجتمع عليه تأكدوا تماما ان مباحث الانترنت تقدر توصل له عن طريق العنوان اللي بينزل منها من سواء موبايل او سواء لاب او سواء لاب ايا كان بيجيبوا الاي بي بتاعه او بتاع العنوان بتاعه وبيجيبوا وبيحددوا الشخصية اللي هي عملت حاجة زي كده مين? علشان كده بنقول لكم محدش يخاف من الناس اللي هي بتكتب وخصوصا لو هم صح. علشان كده بنقول لحضراتكم في الفترات دي تحديدا مباحث الانترنت والمحكمة الاقتصادية ما عندهمش دور الا ان هم يدوروا ويلاءوا الناس اللي بتعمل اكاونتات فيك وبتشتم على السوشيال ميديا على ناس تاني محترمة. علشان كده بقول لحضراتكم اي واحد يواجه مشكلة زي كده ما يترددش انه يروح على طول لمباحث الانترنت اللي محدش هيستهان بالكلام او البلاغ بتاعه. والبلاغ هيتحقق فيه بنسبة مليار في المية. المحكمة الاقتصادية اللي على طول النيابة العامة بتحول الموضوع كله مدام خاص بالسوشيال ميديا او الشتيمة او اهانة او اشاعات او ايا كان على المحكمة الاقتصادية. اللي على طول بتقوم بدورها وبتدي غرامات كتيرة وحبس والفترات طويلة جدا. والامر زي ما قلت على فكرة. مباحث الانترنت عايزة تعمل شغل وبتعمل شغل عالي جدا في الصفحات الفيك والصفحات اللي هي بتطلع وهمية علشان توهين حاجات معينة. او ان هي تشتم ناس معينة. او 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 او. والمحكمة الاقتصادية بدورها اللي بتدي غرامات كبيرة جدا وسجل محترم للناس اللي زي كده. محدش يخاف كل الناس اللي ممكن حد بيضيقها او انه هو بيشوي صورتها او بيشتمهم حتى على وسائل التواصل الاجتماعي. حضرتك او حضرتك ما تترددتش لحزة واحدة. مباحث الانترنت والمحكمة الاخصادية. الاتنين موجودين وهيجبو لك حقك. مية في المية. الموضوع كان زمان. ما كانش في العلن وكانت كل الناس بتعمل الكونتات خفية. او فيك. علشان يشويه ويعمله ويسوي. وما حدش كان بيقدر يجيبهم او الموضوع ما كانش في بقرة الضوء في الوقت ده. ولكن في الفترات اللي احنا بنتكلم عليها تأكدوا تماما. حقك وحقك. هيوصل لكم مليا في المية. السلام عليكم.